أعدهم إلى المدرسة كل دينار يسهم في تغيير حياتهم أطلق شاب حسين حملة الألف دينار في كربلاء لجمع التبرعات بهدف إعادة الأطفال المتسربين إلى المدرسة من خلال توفير المستلزمات المدرسية ودعمهم حيث يجوب شوارع المدينة لجمع الأموال دعماً للأطفال المحرومين أنا أفتر بالأحياء الفقراء وألقى الأطفال أسألهم المبطل من المدرسة أروح أسأل أهله أسأل أهله أهله يقلوا لي إيه رجع للمدرسة أتكفل من القطاسية من الجناط من الملابس فأرجع الحلم وقاموا وينجحون هاي من الأطفال هسا وصلوا عنده عدد 126 طفل كربلاء المقدسة وقاموا وينجحون من خلال الناس الخيرة خلال أهالي كربلاء خلال العراقيين اللي تتابع مقاطعي الساهم تتبرع هذا المرات اللي يتبرعها في جنات يتبرعها في شم دفتر يتبرعها في قطاسية يتبرعون في دفاتر فتنجمع وبركة الناس الخيرة وبركة رب العالمين ثمار الحملة بدأت تتضح حيث وصل العديد من الأطفال إلى مراحل دراسية متقدمة بفضلها معتبرين هذا الدعم طوق نجاة بالنسبة لهم مما يعكس أثر الحملة الإيجابية ويبرج أهمية التكافل الاجتماعي في تعزيز التعليم هنا كنت بطل وشافنا حسين ورجعنا للمدرسة وبطاني ملابس وغرطاسيات واغلامة ودفاتر من الصف الثاني لحد الصف الخامس يطينا ملابس واغلامة وهاي ايه هم واهتم بينا ممكن حالتنا ضعيفة وهاي وفقراء وجانا حسين ساعدنا ورجعنا للمدرسة ايه وهاي ايه بطيت وجانا من الخامس ساعدنا ورجعنا وصاني الحمد لله وصلت للأو المتوسط يرى المراقبون ان حملة الالف دينار تعد نموذجا ملهما حيث اسهمت في اعادة الاطفال الى مقاعد الدراسة وبرزت اهمية التعاون المجتمعي في تحسين حياتهم علم طيار واني نيوز كربلا